الميليشيات تستهدف نقاط الرقابة وتصيب أحد ضباط الارتباط أكثر من مائة وثمانين خرقا حوثيا وقصفه العشوائي ينال عددا من المدنيين في حيس والدريهم والتحيط مصرع وجرح العديد من عناصر الميليشيات في هجوم في الصبيرة ونزوح مائة العائلات في خبو الشعف نشرة الأخبار السلام عليكم عورت الميليشيات خروقاتها في الحديدة واستهدفت بشكل مباشر نقاط ضباط الارتباط الخامسة في الحديدة وأكد الإعلام العسكري إصابة ضابط الارتباط العقيد محمد شرف الصليحي في الجانب الحكومي في مقر نقاط الرقابة الخامسة داخل مدينة الحديدة برصاص قناص حوثي استهدفه بشكل مباشر وأشار المصدر إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الخروقات الحوثية المتواصلة لاتفاق التهديئة ومحاولاتها المستمتة لتفجير الأوضاع عسكريا في الحديدة سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات أثناء تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل على مواقعها في منطقة حوش البقار الواقعة على خط كيلو 16 فرق الحديدة وقالت المصادر أن قوات اللواء الأول عمالقة تمكنت من تصدي لمحاولة تسلل قامت بها الميليشيات نحو مواقعها الواقعة تحت رقابة نقطة الارتباط الثالثة في حوش البقر وأضافت أن الميليشيات تكبرت خسائر فادحة في العتاد والأرواح حيث لقيا عدد من القتلى والجرحى في صفوفها مصرعهم فيما لذى آخرون بالفرار عودت الميليشيات قصف الأحياء السكنية والمحلات التجارية في حيث جنوبي الحديدة وقالت المصادر أن قضائف مدفعية سقطت قرب منازل الموطنين وسقطت قذيفة على أحد المحلات التجارية في حارة المحوات وسط المدينة والقصف الحوثي العنيف سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين استهدفت ميليشيات الحوثي القرى ومزارع المواطنين في مديريات الدريهمي ومنطقة الجبلية في التحيطة بست عشرة قذيفة مدفعية وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيات قصفت القرى ومزارع المواطنين في الدريهمي بثلاث عشرة قذيفة وأطلقت ثلاث قذائف أخرى على المزارع وقالت المصادر أن القصف سبب حالة من الخوف والهلع ووصلت الميليشيات لتصعيد خروقاتها في الحديدة حيث رصل ضباط الارتباط في نقاط الرقابة أكثر من 180 خرقا ليصل إجمالي الخروقات الحوثية منذ بداية شهر الجاري إلى أكثر من 400 خرقا أكثر من 446 خرقا منذ مطلع مارس الجاري ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مدينة وريف الحديدة وفقا لما أعلنه ضباط الارتباط في نقاط الرقابة الخمس خروقات تظهر إمعانى الميليشيات الحوثية في تصعيدها في ظل صمت أممي متخاذل يصل إلى حد تواطع نبدأ من آخر الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات في التاسع من مارس الجاري التي بلقت 182 خرقا نالت مدينة الحديدة أكثر من النصف ضباط الارتباط أفدوا أنهم رصدوا أيضا استحداث خندق من قبل الميليشيات التي استخدمت طائرة مسيرات جسوسية لمراقبة مواقع القوات المشتركة المرابطة على تقوم مدينة الحديدة الثامن من مارس رصدت خرفة عمليات ضباط الارتباط خرقا صارخا للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية تمثل باستحداث نفق في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة أما في الخامس من مارس فقد بلقت خروقات الميليشيات الحوثية التي تم رصدها من قبل ضباط الارتباط 178 خرقا كان نصيب مدينة الحديدة 96 خرقا 86 خرقا ارتكبت الميليشيات الحوثية في الثاني من مارس الجاري رصدت نقاط ضباط الارتباط 52 خرقا في مدينة الحديدة وحدها وكانت لجنة إعادة الانتشار برأسة المبعوث الأممي الجنرال أبهقيت قوها قد ثبتت النقاط الخمس في أكتوبر الماضي وفقا لاتفاق ستوكهلم الموقع في ديسمبر من العام 2018 لكن الميليشيات لم تنفذ ما التزمت به كعادتها وعودت خروقاتها وانتهاكاتها ضاربة عرض الحائط بما اتفق عليه فككت الفرق الهندسية تابعة للقوات المشتركة حقل ألغى من زرعاته الميليشيات في سوق النخيلة في وادي رمان في الدريهمي وقالت المصادر في القوات المشتركة أن فريق الهندسة في لواء الزراني قام بعملية مسح للمنطقة وتمكن من تفكيك وانتزاع حقل ألغى من زرعاته الميليشيات في الطرقات الفرعية والرئيسة القريبة من سوق النخيلة نظم المئات من أبناء مدينة الدريهمي وقفة احتجاجية تنديدا بالانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق أبناء المدينة ورفعوا لافتات تطالب بإلغاء اتفاق السويد والسكمال لتحرير الحديدة نظم أبناء مديرية الدريهمي وقفة احتجاجية تنديدا بالانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق ذويهم مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يطالب أبناء مديرية الدريهمي في المناطق المحررة مجلس العمن الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسقونين من أبناء مديرية الدريهمي وإخراج كافة المواطنين الذين تتخذوا من الميليشيات الحوثية دروعا بشرية داخل المدينة يدين ويستنكر المعتشدين كافة الخروقات الصادرة من الميليشيات الحوثية اتجاه المناطق السكانية والمأهولة بالنازعين والمكيمين في المناطق المحررة من مديرية الدريهمي كما طالبت الوقفة الاحتجاجية بوقف انتهاكات الحوثيين بإلقاء اتفاق ستوك هولم الذي أعطى الميليشيات الفرصة لإعادة ترتيب صفوفها والانتقام من المواطنين الرافضين لتواجدها انظروا وشاهدوا هؤلاء الأطال والشباب والشيوخ والنساء هؤلاء شردوا من منازلهم وهجروا أمام مرأة ومسماء لآلة مجمع ومجلس الأمن لم يستطع أن يحرك ساكنا والأمام المتحدة تبتأ وتشتري باسم الإنسانية وهي السبب الرئيسي في أدم أودة هؤلاء المشردين والمهجرين من منازلهم بسبب ما يسمى استفاق ستوك هولم الذي أوقف تعرير الحديدة اليمن صار قرح ينزف بسبب الميليشيات الكهنوتية والأمم المتحدة أطالت من عمد الميليشيات الكهنوتية باتفاقية استيك هولم ومن هنا نكرر دعوتنا للمجلسة الآمن وهيئاته إلى إيقاف العصابات المتمردة عند حدها المحتجون عدان الصمت الدولي تجاه توسع الميليشيات في زراعة الألغام والمتفجرات وما تقوم به من انتهاكات يومية واستهداف للمدنيين ولمقر بعض المنظمات في منطقة قليفقة الذي استهدفته أكثر من مرة ما تقوم به تلك الميليشيات من تفقيق لمنازل المواطنين وامتلكاتهم داخل مدينة الدولييمي واتخاذها متارس وخنادق وأنفاق وزراعة للألغام داخل المدينة وما إلى ذلك من تلك الأعمال التي تعتبر جرائم حرب لا تسقط بالتقادم تقوم جمعة العوثي ترويع الآمنين والانتهاكات التي تمارسها في المناطق التي هي تأقبأ سيطرتها من أعتقال المواطنين وإجبار المدنيين على التهجير من منازلهم تعتقد قوات السلاح بالإضافة إلى ما تمارسه جماعة العوثي من استخدام المدنيين داخل مركز مدينة الدولييمي كدروع بشرية العوثي هو الذي كان يحفر بالحفرة يمد يطرح اللغم ويدعي الإنسان المواطن البسط لم يدري كيف يكون ويدم يدري وإنما ما يدعس عليه حزب كتباك أمره بحياته ومبدأ صغار كبار حريم رجال سوتيارات مطرات أربيات ماشيات أي حاجة تكررح ارحموا احنا كشف ارحموا وانظروا إلى حالة الأصابة نحن أطفال اليمن شوفوا شو صاير فينا أكلوا تشريبوا خوف رب سيطر علينا من محافظة الحديدة شرف الشامري اليمن اليوم لمناقشة الأوضاع في الحديدة وتحديدا في حيث ينضم إلي الإعلامي حسام البكري حسام مرحبا بك ما هي المسجدات لديك مرحبا بك أستاذ عيساء الميليشيات الحوثية لا زالت تصعد من خروقاتها بشكل يومي ومستمر في الحديدة بشكل عام ومديرياتها في حيث قصفت الميليشيات الحوثية عددا من الأحياء السكنية واستجفت محلات تجارية في ربع السوق حارة المحوات وتسببت بأضرار وكانت المحلات تمتلع بالمواد الغذائية وغيرها من القذاعف التي تتساقط على الأحياء السكنية يوميا تطلقها الميليشيات الحوثية من أمارس سيطرتها لبث الرعب والخوف في أوسط المدنيين وداهما الميليشيات الحوثية بهذا الشكل تمارس انتهاكاتها بشكل يومي ومستمر وقامت بحفر الأنفاق والخنادق استحداثت طبعا كل هذه استحداثات قديدة منذ خلال شهر وصلت الخرقات بشكل يومي منها حفر المتارس واستحداث يعني متارس الإسلاح القناصة وكل هذه الأسلحات التي تطلقها الميليشيات الحوثية سنهال على المساكن السجنية فقط أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات حسام البكري إعلامي حدثتني من محافظة الحديدة بلغت ميزانية بعتة الأمم المتحدة إلى الحديدة خلال العام 2019 نحو 56 مليون دولار إضافة إلى تكاليفة أخرى غير مرصودة بمعدل الصرفيات الشهرية تتراوح ما بين مليونين إلى أربعة مليون دولار ما يكشف سر استماتة المبعوث الأممي لإطالة أمد الحرب في اليمن وإشارت مصادر مطلعة إلى أن الميزانية ميزانية مكتب المبعوث الأممي جريفث تخطت ما هو مخصص لنظيرتها في سوريا وبلغت ميزانية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لعام 2019 نحو 17 مليون دولار وستصل هذا العام الموازنة إلى 18 مليون دولار مقارنة بـ 16 مليون دولار للبعثة في سوريا وبلغ عدد موظفي مكتب المبعوث الأممي في اليمن 95 موظفا العام الماضي وسيرتفع إلى 100 موظف واحد خلال هذا العام أغلبهم موظفنا دوليون تمكنت وحدات المدفعية التابعة للقوات المشتركة من تدمير آلية عسكرية أخرى للميليشيات الحوثية خلال معارك ضارية اندلعت وسط وادي صبيرة شمال معسكر الجب وأفد قائد اللواء الثالث مقاومة زكريا قابوس أن وحدة المدفعية استادفت الآلية أثناء تمركزها جنوبي منطقة النبيجات غرب مدينة الفاخر ما أدى إلى احتراقها بالتزامن تمكنت وحدة المشات من صد هجوم للميليشيات بعد مواجهات شرسة بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية تكبلت فيها الميليشيات خسائر فادحة استشهد وأصيب أربعة مدنيين بينهم امرأة بقصف مدفعي انشنته الميليشيات على منازل المواطنين في ريف مديرية القريشية في البيضاء وقالت المصادر إن الميليشيات قصفت قرية شرياف التابعة لعزلة الظهرة بمديرية القريشية بأكثر من ثلاثين قذيفة أسفرت عن استشهاد المواطنين يزيد الصعيمي أو الصيعمي عفوا وعبدالله زيد الصيعمي وإصابة مباركة الصيعمي وفوزية الصالح وأوضحت أن المواطنة فوزية تعرضت لإصابة خطرة بشضايا أحد المغذوفات إحدى المغذوفات نقلت على إثرها للعناية المركزة تتوصل موجة نزوح سكان من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف وقالت المصادر أو بل أفادت بنزوح مئات العائلات من مديرية خبو الشعف مع اشتداد المعارك في عدد من جبهات المديرية التي تشهد منذ نحو أربعة أيام مواجهات عنيفة بين قبائل دهم وعسكريين من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى ووفقا للمصادر فإن العائلات نزحت من مساكنها في القرى وعزلة المهاشمة واليتما والقعيب وسلبا بالمديرية ويواجهون أوضاعا صعبة في الصحراء أعلنت منظمة رئيس سادر لحقوق الإنسان في العالم العربي أنها وثقت أكثر من 16 ألف انتهاكا ضد النساء في 19 محافظة يمنية خلال سنوات الحرب على مدى عقود من الزمن حظيت المرأة اليمنية بمكانة مرموقة في المجتمع وانتقلت من مرحلة الجهر والفقر والمرض إلى مراحل متقدمة من التدور والتقدم في مختلف مجالات الحياة وكانت عونا لإخيها الرجل في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد لكن سرعان ما تحولت هذه المكانة ومنذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء إلى النقيض فزادت الانتهاكات بحق النساء ووصلت حد الإختضاف والإخفاء والتعذيب في سابقة لم تشهدها اليمن من قبل منظمة رايتس رادر لحقوق الإنسان في العالم العربي وبالتزام مع يوم المرأة العالمية وثقت أكثر من 16 ألف انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد النساء في 19 محافظة يمنية خلال سنوات الحرب تنوعت بين جرائم القتل والإصابة والاختضاف والتهجير وزراعة الألغام وجرائم أخرى منها 668 حالة قتل و1733 إصابة و353 حالة اختضاف وضالبت رايتس رادر ميليشيات الحوثي بالتوقف عن استهداف النساء والأطفال كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم الرادع وكانت رابضة أمهات المختطفين سجلت 157 حالة انتهاك مؤخرا للنساء تعرضنا للاختضاف والإخفاء القسري والاحتجاز من قبل الميليشيات الحوثية ووجهت نداء للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالمساندة والسعي الحثيث للمطالبة بالإفراج عن المختطفات في سجون ميليشيات الحوثية وعودة إلى الخبر السابق المتعلقة بأحداث الضالع ينضم إلي من هناك العميد عبد الرحيم التهامي من غرفة العمليات المشتركة في الضالع مرحبا بك سيادة العميد وهلا حدثنا عن مسجدة الأوضاع في المحافظة أولا أهلا سؤالة العائد السلام عليكم وعندما أترى العبادة العبادة عن السنبار بواسنة المتعلقة في تحصيل الإجابة القولي بالسجنة والسجنة والميليشيات الحوثية الحيث اليوم يتبدأ بعض الجمهات ويظهر هنا من سجل المهدين الربعين مليون سورة هدار لذلك بفضل المدر السجنة الأفضال هنا تهم من جعلوا العديد فيهم وعاديدهم حمام ربا خطيرهم وقال على السجنة السجنة والسجنة 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 نعم نعم سيرة العبيد عبد الرحمن التهامي من غرفة العمليات المشركة شركة جزيرة شكر وأعتذر أيضا عن رداءة الصوت من المصدر في النشرة أيضا ضرير يرفض مغادرة منزله بالرغم من القصف الحوثي المتواصل عليه في حيث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد الميليشية تشعر أنها حققت نصرا على المواطنين المنكوبين وكأنه لا يكفيها ما تجرعه من معاناة عبد الله علي محمد من أبناء حيث قصة معاناة تحكي رفضه النزوح من منزله بالرغم من فقدانه سمعه وبصره مركز مديرية حيث بمحافظة الحديدة مدينة أدخلتها جراح الانتهاكات الحوثية فمنزل المواطنين عرضة لنيران الميليشيات والتي ضعفت الألم وأدخلت إلى كل بيت في أنحاء المدينة فمنذ اندخار الميليشيات من مدينة حيث تحاول جاهدة الانتقام من المواطنين بقصف مستمر وعشوائي على منازل المواطنين مخلفة مئات شهداء والجرح والأرام البليتامة كما اضطرت مئة الأسر إلى نزوح إلى موطن جديد المكان متضرر دائما خاصة حق هذا البيت متواضع دائما متضرر من الضرب الأدوان الحوثية وهذا المنزل احترق بعد ضربه 14 كان فيه بعد احترق هذا الرجل المسن والذي يعيش خيارا صعبا بين الموت أو فتح رحلة جديدة من المعاناة والألم فهو يسكن وسط خطوط النار في شرق مدينة حيث على بعد 500 متر من مواقع تمركز الحوثيين الذين استهدفوا منزله أكثر من مرة لم ينزح ولم يهرب من منزله كغيره ممن يعانون من البقاء في مخيمات النزوح ويتجرعون الجوع والحسرة والندم ما فيش معا حد ما فيش معا أسرا هناك ما فيش اضطر انه يجلسوا وزوجته هنا في هذا المكان لا سور لا حماية يعني الله الحافظ فقط يعني أعمى ما يسمعش يعني طبعا هو كان يسمع بس آخر هاو ينحط عليه فقد حاسة السامع رصاص القناصة والرشاشة تملأ جدران منزله لكنه صامد في مكانه يتمسك بمنزله الذي ترعرع فيه ويخشى النزوح إلى المجهول ويعتمد في معيشته على ما تجود به أياد المحسنين ما فيش معا أحد يعني مدينة ميش مدينة ما تنزح لم تكتفي الميليشيات بذلك بل أفقدت السمع نتيجة هاون سقط بالقرب منه ونظره ضعيف احترقت المنازل التي بجواره وظل صامد ينتظر للموت بقلب كليم وصابر يتجرع مرارة المعاناة التي فرضت ميليشيات الحوث على المواطنين سلم وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي فريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مواقع لبناء المراكز المجتمعية أثناء زيارته الخوخة والتحيطة التي التهدف لخدمة النازحين ظروف صعبة يعيش الأهالي والنازحون في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر والتي تتعرض للقصف الحوثي والتهجير القصري ما تسبب بأزمة إنسانية كبيرة في أغلب مديريات محافظة الحديدة التي بدأت تتعافى بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي جهود المنظمات الإنسانية في اليمن وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما زالت غير كافية وغير ملموسة الأثر مقارنة بالوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء المحافظة من نقص للخدمات الأساسية وتدمير للبنية التحتية لهذه المديريات مع ذلك ينظر لهذه المنظمة أنها ربما تقدم جزءاً يسيراً مما يحتاجه أبناء هذه المديريات في هذا الشأن سلم وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي فريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مواقع لبناء المراكز المجتمعية خلال زيارة الفريق لمديرية الخوغة والتحيطة هذه المواقع تهدف إلى خدمة النازحين والمجتمع المضيف لهم في هذه القطاعات الوكيل القديمي ثمن الدور والدعم الذي تقدمه المفوضية السامية للنازحين الهادف إلى استطباب الأوضاع في المناطق المحررة ومساعدة أبناء المحافظة على خدمة أنفسهم بكل الوسائل أنا الفريق من الأمم المتحدة وتم تسليمهم مواقع بناء المراكز المجتمعية وأنا استطب شوب وهي التي تناكش مطلبات واحتياجات النازحين والمجتمع المضيف في كل القطاعات تحت إشراف قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بإشراف الأخ محافظة محافظة دكتور الحسن طاهر ورئيس لجنة الإغاثة وكذلك الوحدة التنفيذية بالمحافظة حتى الآن لا يعرف كم المدة التي سوف يستغرقها الوقت لبناء هذه الوحدات لتقديم خدمات ملموسة لألاف من الأسر التي تعرضت منازلهم للقصف أو فقدت عائلها في انفجار لغم زرعه الحوثين لكن يظل الأمل يحد الكثير منهم بتقديم هذه المنظمات الدولية ولو جزء يسير مما تعلنه يوميا من أرقام مساعدات تندرج في إطار أسمع جعجعة ولا أرى طحينا نبقى الآن مع الملف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة ونبدأ بالشأن المحلية حيث رفعت الإدارة تجاري للخطوط الجوية اليمنية أسعار تذاكر للسعودية منذ قرار المملكة إغلاق منفذ الوديعة البري الحدودي مع اليمن ضمن إجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وقالت مصادر مطلعة إن اليمنية رفعت التذاكر للسعودية إلى 600 دولار لتذكرة الواحدة الذهابا وإيابا ونشد الاتحاد السياحي اليمنى الحكومة بتدخل عاجل لخفض قيمة تذاكر السفارة وثاني طياران اليمنية عن هذا القرار المشحف بدأت المؤسسة العامل الكهرباء تنفيذ حملة تسجيد فواتر التعرفة الجديدة للكهرباء على كبار المسالكين والتجار في محافظة عدن ونفى مدير عملية الكهرباء بعدا الأخبار المتدولة حول التراجع في تنفيذها وأن زيادة في تعرفته للشريحة التجارية وكبار المسالكين فقط ولا تمس الشريحة السكنية بهدف تغضية العز المالية بسبب عدم توفير الدعم الكافي من الحكومة واستغلال ارتفاع التعرفة لتنفيذ إصلاحات في الشبكة وتوفير قضاء الغيار والزيوت واستكمال إنشاء محطة حوش درهم التحويلية داعيا كبار المسالكين والتجار والمواطنين بدفع الفواتير للحفاظ على استمرار الخدمة سجلت أسعى المشتقات النفطية خفاضا عالميا منذ أسبوع ورغم ذلك فما زالت ميليشية الحوثي تبيعها عبر السوق السوداء بأسعى قياسية حيث تباع الدب 20 لتر من البنزين بتسعة ألاف وخمسمائة ريال فيما تباع الدب الديزل بأحد عشر ألف ريال يأتي هذا في وقت إن أعلنت شركة النفط اليمنية تقفيض أسعى المشتقات النفطية في كل من عدن أبيا لحج الضالع ليبلغ سائل الدبة البنزين بستة ألاف واربعمائة وأربعين ريال والديزل بسبعة ألاف وستين ريال وتقوم الشركة بشراء المشتقات النفطية عبر شركات دولية نظرا للظروف الرهنة في البلاد ما يضطرها لتحديد الأسعار وفقا لأسعار نفطية عالميا وأخيرا أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية رسميا زيادة إنتاجها إلى 12 مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا في أبل المقبل في خضم حرب أسعار بدأت المملكة مع روسيا بعد إخفاق دول النفطية في التوصل الاتفاقي لمواصلة خفض الإنتاج بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا وتنتج السعودية حوالي 9 ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميا ما يعني أن ستزيد إنتاجها بنحو مليونين ونصف المليون برميل يوميا وحذر محللون اقتصاديون من هذا الخضوة التي ستدفع بالأسعار للهبوط نحو العشرين دولارا للبرميل وذلك بعد اقتراب سعري إلى 30 دولارا حاليا طلبت السلطة الإيطالية من حوالي 60 مليون مواطن البقاء في منازلهم مع بدء روما تطبيق إجراءات غير مسبوقة في العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المسجد ومنذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 114 ألفا و151 حالة في 105 دول وتسبب بوفاة أربعة آلاف واثمي عشر شخصا ارتفعت حالة الطوارئ في عدد من المدن الإيرانية بما في ذلك مشهد وصل إلى مستوى عالم من الخطورة حيث أعلنت المستشفيات أنها لم تعد تملك أي قدرة على قبول مرضى جدد من المصابين بفيروس كورونا وعن المسؤولون في زد حالة التأهب الحمراء منذ عدة أيام لكن لم يتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة لتقديم مساعدة إضافية للمدينة وقال الحاكم المحلي في كاشان المدينة التي تم تجاهلها في جميع الإحصائية الرسمية إنه حتى الاثنين توفي 88 من أصل 1056 من مرضى كورونا في المدينة في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد لموطنين بعد إجلائهم من إيران وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة البحرينية بأنها كشفت نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من الموطنين القادمين على متن طائرة المؤجرة من الوزارة ضمن خطة إجلاء للمواطنين من إيران عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلها من مركز العزل والعلاج نظم الدائرة التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة تعزور ورشة العمل الخاصة بفتاح قسم تربية البدنية في كلية التربية وضمن فعاليات أسبوع الجودة انطلاقا من أهمية الدراسات والبحوث وتحت الشعار القودة مسؤولية الجميع ضمن فعالية أسبوع الجودة دشنت في كلية التربية بالتنسيق مع دائرة تطوير الأكاديمي بجامعة تعز تفتتح قسم التربية البدنية والرياضية بكلية التربية كثالي في قسم على مستوى الجامعات اليمنية اليوم صدعت كلية التربية أن تدشن ورشة تطوير الأكاديمي في أسبوع الجودة ومن ضمن هذه الورشة كانت زفت لنا عرص إضافة قسم النوعي وقسم التربية البدنية الذي نقول وصل إلى محافظة تعز متأخرا لكن نصل متأخرا أفضل من نصل هذا القسم النوعي الذي يعني بالشباب ويجامعة تعز تحتوي في ركابة 35 ألف طالب وطالبة تعد كلية التربية المتطلعة إلى الصدارة بين الكليات الأخرى من خلال افتتاحي أقسام قديدة تلبي احتياجات المجتمع كهدف أساسي للجامعات بظوم عين الجودة والتحقق من جاهزية البرنامج المراد افتتاحه من خلال حلقات النقاش والتحديد المقاررات الدراسية وتوصيفها للإسهام في إعداد الطالب إعداد حقيقي وفعال اليوم طبعا أسبوع الجودة تضمن عدد من الفعاليات كان اليوم الأول في كلية التربية لنشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي على مستوى الطالب على مستوى عضوية التدريس على مستوى الموظف الإداري من خلال النزول الميداني ومن خلال أيضا برشورات تثقيفية ومحاضرات توعوية اليوم نحن في اليوم الثاني وهو التدشين من خلال عقد ورشة عمل لإفتتاح وتوصيف برنامج التربية الرياضية هذا البرنامج الذي يعد إضافة نوعية لجامعة تعز ولكلية التربية بل ولمحافظة تعز بشكل عام وبما إن تعز تحتل الترتيب الأول سكانيا بين المحافظات اليمنية فإنه من الأهمية بمكان الإعداد البدني والرياضي والإعداد الذهني للدارسين وإحداث شراكة فاعلة بين قسم التربية البدنية والرياضية والإدارة العامة للشباب والرياضة بالمحافظة وانعكاس تلك الشراكة إقابا على المجتمع بشكل عام أعتقد أن العملية تكاملية بين مكتب الشاب والرياضة وبين كلية التربية قسم التربية البدنية مكتب الشاب ورياضة سيكون له دور في تفعيل هذه الكلية من خلال الأندية والاتحادات الرياضية والتطبيق العملي في الملاعب أيضا من حيث التنسيق لإقامة بطولات في عدة ألعاب مختلفة بالمقابل سيكون هناك دور للقبلة الكلية في تطوير المهارات لدى اللاعبين ولدى المدربين ولدى العاملين في جميع القطاعات الرياضية حذر الورشة قيادة من السلطة المحلية والجامعة وأساذة الكليات وعدد من الرياضيين كما شارك فيها عدد من الأساذة من جامعتين تعز الحديدة المتخصصين في التربية الذين أثر الورشة بالعديد من الأفكار التي ستساهم في عملية تطوير التعليم العالي الجامعين عواد الوهباني اليمن اليوم تعز حذر خبراء التقسيم منخفض جويا خطيرا يحبل مسمى منخفض التنين ويؤدي إلى حالة عدم استقرار الأجواء الجوية في ثمان دول كما سيؤدي إلى هطول أمطار الرعدية غزيرة وتدفق هائل السيول ثمان دول يحذر فيها خبراء التقسيم منخفض جويا خطير سيضربها تمت تسميته بمنخفض التنين أو كما سمه البعض بمنخفض القرن كونه سيؤدي إلى حالة عدم استقرار شديد في الأجواء الجوية وسيتسبب بالسيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة وتوقع الخبراء أن تضرب عاصفة التنين سبع دول عربية هي مصر وعومان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق بالإضافة إلى تركيا حيث من المتوقع أن تبدأ صباح الخميس وتنتهي السبتة من الشهر الجاري بدورها حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في أنحاء البلاد كفاء الخميس المقبل قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سوف تنخفض درجات الحرارة ويرافقها تساقط أمطار شديدة ووفقا لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائض الطقس في مصر فإن الرياح ستصل لحد العصفة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة أما في لبنان فقد توقعت الإرصاد الجوية اللبنانية أن تتعرض البلاد لرياح عاطية تتجاوز قوة 120 كم في الساعة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين وبالنسبة إلى سوريا فقد حذرت المديرية العامة للإرصاد الجوية من أمطار غزيرة قد تتسبب سيولا في الوديان والمنحدرات يوم الجمعة القادم كما حذرت من نشاط قوي في الرياح مساء الخميس ونهار الجمعة في عموم البلاد قد تتجاوز سرعتها 80 كم في الساعة وفي العراق أصدرت الهيئة العامة للإنواء الجوية والرصد الزلزالي تقريرا مفصل لحالة الطقس خلال أيام القادمة وفي فلسطين سيكون الجو غائما جزئيا ومغبرا بدءا من يوم الخميس القادم بينما سيبدأ منخفض الجو بالدخول إلى البلاد في الساعات الليل ويتوقع سقوط أمطار غزيرة وصحوبة بعواصفة رعدية خلال يومين التاليين وفق اللهئة الأرصاد الجوية الفلسطينية إذا العناوين الميليشيات تستادف نقاط الرقابة وتصيب أحد ضباط الارتباط المشتركة تتصدى لمحاولة تسلل حوثية شرق المدينة أكثر من مائة وثمانين خرقا حوثيا وقصفها العشوائي يطال المدنيين في حيص الدراهمي والتحيطة ونزوح مئات العائلات من مديرية خب والشعف في الجوف يمكنكم متابعة البث الحياة في موقع القناة الظاهرية أدنى الشاشة ومنصات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء